شارق يقول يعني من أدرك التشهد الأخير مع الإمام هل يكون قد أدرك الجماعة إبراهيم بارك الله فيك هذه مسألة خلافية بين العلماء من أهل العلم من ذهب إلى أن من أدرك الإمام قبل السلام فقد أدرك الجماعة يقول إذا أدرك المصلي الإمام قبل أن يسلم أدرك الجماعة والقول الثاني أن الجماعة تدرك بركعة وذلك لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أدرك الركوع فقد أدرك الصلاة وجاء في لفظ من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة والذي يظهر لأن الراجح هو أن من أدرك ركعة كاملة فقد أدرك الجماعة والركعة الكاملة لا تدرك إلا بالركوع